عززت الأم أمهات المستقبل أمهات النهاردة أمهات الأمس بكرا عيد الأم اللي حنعترف فيه عن بحبنا ليكو عن غلاكم يا الغاليات يا الغالية بس إيه تحذير واضح وصريح مني أنا اعتبري ميس إلهام لكل أم بكرا لما العيل من دول يجيبلك الهدية بتاعة عيد الأم في حاجات أنا مش عايز أسمعها أنا مش عايز أسمعها ما حد يا أمي يا حبيبتي يا أمي يا حبيبتي يا أغلى أم بلاش الأسئلة بتاعت من فين يا وات جبت الهدية هادي وتروح يا أمي أيلة لابنك اللي جايبلك الهدية إيه تصدق ضحكه عليك ضحكه عليك في السعر وفيها ابتسامة كده يعني عشان عيد الأم مش عايزة تجرحه قوي ضحكه عليك يا ولدي حرام عليك ضحكه عليك حرام عليهم ما يستحوا على وجههم تقوم الأمي كمان رايحة أيلة للعيل الجايب لالهدية فرحان العيل الجايب لك هدية عايز يشوف فرحتك بيها وانت تقوم أيلله إيه والله يا حرام عليك يا ولدي حرام يا بنتي ضيعت فلوسكم حرام عليكم ليش هذه كلها ضيعت فلوسكم هيا هيا ولا حلبسها هيا ولا حستخدمها حرام عليكم او في أمي تانية تبقى ايه بقى اه طب يا ولدي يا بنتي ما يرجعوا لنا لا لا نقدر نرجعها طب طب نقدر نبدلها أخد لون تاني اللون مو مرة يعني حرقتي فرحة الطفايل اللي جايب لك الهدية اتحرقت فرحة اتحرقت خلاص لا خلاص اتحرقت فرحة لا راحت فرحة وراحت في ستين دهية عموما هذه مزارز دي نصحت لكل أمي خد الهدية اللي جايبها لك ابنك بكل فرحة وقبت سامة وقل له الله ربنا يجيب لك الخير يا ابني ولا يا بنتي وما تبينيش عدم إعجابك بالهدية أنا عارفة ان ماشاء الله القمات مفيش حاجة بتعجبهم أنا عارفة أنا عارفة الكلام ده بس ايه بقى مش لازم نوضح مش لازم توضح الموضوع ده مش لازم يتوضح قدام العيل المسكين اللي رجليت فرمت عشان يدور لك على الهدية ها بمزارز دي سلام عليكم